اشتركوا في القناة 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 نتحدث عن الهواء نحفظ هذه المعلومة نتخلطها على جب الهواء نتخلط بي اتش نتخلط بي اتش هم تخلط بي اتش هم تفاعل الهواء اسم غلوكوستافوسفيد يدخل مهم جدا نتخلط بي اتش هم تريدون اتكلم عن ماذا تحدث عن الهواء بصراحة هي جول الاربيز او اي خلاية بس اللي احنا نتكلم عنهم دلوقتي او مهمة بالنسبة بنا هي الاربيز عشان يعني ساتة دي تجاب انيميا انيميا الفول تمام فعشان ام يعني خلاص بقى ايه يعني نصف الموضوع على طول انا عندي مركب اسمه H2O2 يعني ايه H2O2 دوت مركب اسمه هايدروجين بيروكسايد او فوق اكسيد الهايدروجين ده من ضمن اللي هو free radicals او reactive oxygen speech مركبات بتبقى مش سابتة مركبات كده ماشية تراضي في خلق الله ماشية تراضي في الجسم كله المهم ان هي لما بتيجي على اي بروتين تقوم مكسراه وتعمل فيه ديجنريشان تيجي مثلا على فيه كولستيرول او فيه مثلا فاتي اسد او كده تقوم مكسراه الحاجات دي فيه الهول polyunsaturated فاتي اسد تقوم مكسراها برضه تيجي على اي حاجة تقصر بروتين تقصر فاتي اسد تقصر كولستيرول تقصر تقصر كل حاجة طب هي بتعمل كده هي بتعمل كده عشان هي اصلا فوق اكسيدات يعني هي اصلا في حية اكساد على طول فالاكسوجين ده مضيقها عايز تخلص منه فتتديل اي حد بس ما بتدي بقى البروتينات والحاجات ان احنا قلنا عليها دي بتتكسر للأسف تمام الحاجات دي بتتكسر يعني المهم انت تقوطو دوت من ضمن المركبات اللي بقول عليها اكسوجين سبيتش او فري ريزيكلز او الحاجات الضره المهم ان هو ضر لما بيجع الارباسيز بتاعتنا بيكسرها بيكسرها ازاي الاول بيدخل يكسر الهيمو جلوبين اه دي الارباسيز بتاعتين تمام؟ الارباسيز دي فيها من جوه كده هيمو جلوبين ومن بره هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سال ممبرين طيب بالاول بيكسر الهيمو جلوبين ونعرف ان هو بعد كده يكون حاجة اسمه هينز بادي الهينز باديس دي بتبقى نتجه عن اله 2O2 بيكسر الهيمو جلوبين لما يكسر جزئات الهيمو جلوبين بدل ما كان مركب كويس محترم بيكون من برايماري تشينز وساكندي تشينز انتو ماخدتهاش فمش عارفين الكلام دوت يعني ان هو اي بروتين في الدنيا يكون من امينو اسد الامينو اسد دي بتبقى سلاسل التشينز دي بتبقى مربوطة ببعضها بروابط معينة بحيث ان هي تكون مركب بروتين قوي كده اله 2O2 دوت بيدخل يكسر التشينز او الروابط اللي ما بين البوليبيبطايد التشينز اللي فيه الهيمو جلوبين المهم ان هو بيدخل يكسر الهيمو جلوبين وخلاص لو بيكسر الهيمو جلوبين بيحاول الهيمو جلوبين ده حاجة اسمه هينز باديس نقطة بروتينة كده بتبقى موجودة جوا الخلية بتوع الكينيكا الباصولوجي او بتوع اللي بيشوف تحت الميكروسكوب لما جم جابوا خليط الدم الحمرة دي وشفوها تحت الميكروسكوب لقوا نقطة كده جواه سموها هينز باديس تفسروها ازاي ده الهيمو جلوبين اللي متكسر بعد كي يبقى الخلية بعد كي يبقى اله 2O2 يبدأ يكسر في السلميمبرين يعمل ايه في السلميمبرين يكسروا فتبقى الخلية فراجيل او تبقى هشة يبقى اله 2O2 او فوق اكسيد الهايدروجين او الهايدروجين بيروكسايد مركب ده على الاربسي زي اللي انا عايز اقوله طيب عشان المركب ده اصلا بيجي منين هو مركب ده بيجي لما احنا يعني هو اسمه ايه اسمه او ري اكتف اكسجيني سبيتش هي نتجة هي بتكون في جسمنا طبيعي على فكرة بتكون في جسمنا عادي جدا وربنا زي ما خلق الداء خلق مع الدواء يعني ايه زي ما هي المركبات دي ممكن تكون طبيعي نتيجة تفاعلات كيميائية طبيعية تكون في جسمنا ممكن في بقى حاجة يعني الايه بتقاف لها بتدفع عن الولع في الزي مثلا حاجة دي حط هجوم مثلا ففي اصادها الجسم بيخط دفاع المهم ان احنا في ميكانيزم نقدر نتخلص من المادة دي عشان ما نطاولش كتير واني نرغيش شوف ايه الرغي ده طيب H2O2 دوت هو مشكلته كلها انه هو فوق اكسيد الهايدروجين ايه رأيك لما انت تحاول H2O2 دوت لمية طيب لما تيجي تقارن كده ما بين H2O2 و 2 جزئين مية دول هتلاقيين ال H2O2 دوت في 2H و 2O والمية فيها 4H و 2O يبقى الفرق ما بين المركبين ايه الفرق في 2H يبقى ال H2O2 كل اللي عملوا انهو خد زريتين هيدروجين خدهم منين راح شحتهم شحتهم من مركب اسمه بس بس الفكرة كلها عشان تبقى فاهم ان انا اثر عندي زريتين هيدروجين هروح اشحتهم من حد عشان احطهم على H2O2 دوت و حاولوا المية طيب هنجيبهم منين هي دي بقى اللعبة هنجيبهم منين نجيبهم مركب اسمه Reduced Glutathione Reduced Glutathione يعني ايه Glutathione الاول عشان نقول Reduced Glutathione Glutathione دوت مركب عبارة عن أمينو أسد ثلاثة أمينو أسد راكبين مع بعض اسمه Glutathione مش مهم خالص بس عشان ايه يثبت في دماغه Glutathione Glutathione لو فيه هيدروجين هيبقى اسمه Reduced Glutathione لو مفوش هيدروجين زي ده كده هيبقى اسمه Oxydized Glutathione سهلة جدا يبقى اللي فيه هيدروجين اسمه Reduced Glutathione انا اصلا ارجع للقصة بتاعتي انا عايز ايه انا عايز اشحت اتنين هيدروجين مشحتهم من ال Reduced Glutathione ويضفوا طيب عن طريق انزين اسمه ايه اسمه Glutathione Glutathione ياخد اتنين هيدروجين من ال Reduced Glutathione يحاول الى Oxydized Glutathione انزيم الي بيعمل اسمه اسم Glutathione طيب سوري عشان نسيت اقول الانزيم الاولاني اسمه Glutathione اسمه Hydrogen بيروكسيد بيتكسر بانزيم اسمه بيروكسيد بيروكسيد يبقى اللي يكسر ال H2O2 للمية اسمه بيروكسيد اللي يحاول هو على فكرة التفاول عكسي فالاثنين مع بعض يحاول اسمه ال Reduced Glutathione هذا الجلوتاثione مركب عزيز على الجسم ما يكون من ثلاثة أمين و أسد و يدخل في حاجات كثير قوي فالمهم يعني مركب عزيز عينة لا ينفعش ان انا افقده بسهولة يفقد الاثنين هيدروجين و يتحول الاكسيديات فانا لازم يبقى فيه بصوي او فيه مصدر يحافظ على ال Reduced Glutathione انه يحافظ عليه موجود جوال خلايا على طول اول محتاج ولا ايه مين المصدر اللي يحافظ على ال Reduced Glutathione هو ناد BH 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 يدخل الهيدروجين للاكسيديات يدخل الهيدروجين و يحاول الى Reduced Glutathione يفضل عندي موجود هو اهم حاجة المركب بالله اسمه Reduced Glutathione طول ما هو موجود في الخلايا طول ما انا مهما تعرضت مهما تعرضت مهما تعرضت ال H2O2 مهما خدت ادوية مهما حصل او كالت فول او اي حاجة مهما طول ما ال Reduced Glutathione موجود انا يقف قدام ال H2O2 و يحاول المياه والمياه لا يوجد اي مشكلة اللي يحافظ على ال Reduced Glutathione و يفضل طول الوقت موجود في جسمنا هو الناد BH طيب الناد BH انت جايبه من ال HMB Chant طيب تخيل ان انت هممممممممممممممممممممممممممممم وهو الهو اسمه ايه غلوكوه ستة فوسفيت دي هايدروجين يعمدك ديفيشنسي هنا يممممممممممممممممممممم الممممممم daar еще ممممممممممممممغ طيب اخر أجل الهدرية اخرى يجب أن نتحدث عن الناس الطبيعية عادي يمكن أن يتكون تحت ظروف معينة عندما أكل فول عندما نتعرض لإنفكشن عندما نتعرض لبعض الأدوية مثلا تقوم مزود الهدرية ولكن لأن هناك ميكانيزم ربنا حمينة به ان الهدرية ينشحت 2 هيدروجين من الريديوزو جوتاسيون ونضعه على حول مياه إذا كان لديه مشكلة في G6BD لا يظهر نات بي اتش الهدرية بشنطة مشغيرة لا يوجد هيدروجين يضعه للهدرية لكي يحاوله المياه هذه المشكلة اتكلمنا على البريدس بوزنج فاكتور او الحاجات التي يمكن أن تدخني في الففزم او في أنيميا اللافون اتكلم عن الهدرية عندما يكسر خلايا الاربيسيز عندما يكسر خلايا دم حمرة عددها هيقل منطقي فهدخل في حاجة اسمها انيميا الانيميا دي فالانيميا دي بقى هتلاقيه عشان لما تجي بقى تشوف الكينيكا البكتشر وتقرى الاعراض وكده ما تتفاجئش هتلاقي حاجات انيميا انيميا دي ممكن ترفق تزود ضربات القلب تزود التنفق اللي هو اسمه ايه الريسبيلاتوري ريت او اللي هو يعني او بقى تلاقي العين ده وتعنده شورتنس اوبريس اللي هي ديزنيا بينهج او بيتنفس بسرعة كده فتلاقي ان هو نفسه قصير اسمها شورتنس اوبريس او اسمها تزنيا تمام المهم الحاجات دي بتاعت ايه بتاعت الانيميا عشان لما تشوفها ما تستغربهاش طيب من ناحية تانية الانيميا دي نتجي عن ايه نتجي عن نعمل اكسر اربيسيز تكسير الاربيسيز دي عملية بنسميها هيموليسيز هيمو يعني دم لايسيز يعني بقصر فانا بقصر دم اسمه هيموليسيز طيب عشان كده الانيميا دي نوع من انواع الانيميا بقول عليها هيموليتك انيميا طيب هو انا لما بقصر اربيسيز الاربيسيز دي جوه ايه هو هابيليروبن البييروبن ده لما بيقصر بيعلق يعمل حاجه اسمه جندس الجندس دي اللي هي الصفرة تلاقي مثلا بتظهر في شكل ايه تلقي يتظهر في السكليرة او البيوت بتاعي العين us vocabulary تليقى اصفر كده تلاقي ان البييروبن اللي لما بيزيت في الدم間 بسجمع McCulloch يتัج في اليورين الجولوكوز ايه الجولوكوز ايظان المراة السكر لما الجولوكوز يعلق في الدم ينزل في اليورين اي Luden الفتاة طيب البييروبن يدع في اليورين unbelievable يهو أصلا لونه اسود يجعل الورين لونه اسود فالأم جاءت لك تقول لك يا دكتور البول لونه اسود اسود زي الشاي زي الكوكاكولا تلاقيه في الكيس كده تي كالرد يورين او كوكاكولا like يورين ايه كمان ممكن يعمله المليرو هو هي الجندس وهي اسكليرا وهو دورك كالرد يورين بس انه يقول لك عن الهو سريعا اقصت فقط حتة هذا المرض هو الجلوكوساسيديهيدورجينيز ده اوتوزومة اغير مرتفع اغير مرتفع إغير مرتفع أغير مرتفع اغير مرتفع نقرأ بقى الكلام المكتوب فافزن هي أكيوت هيموليتك سندروم اتفقنا هيموليتك يعني هيمو يعني دم هيم دم ويليتك يعني بكسر هيموليتك سندروم أكيوت يعني حاجة بتظهر في وقتها حاجة إيه؟ حاد أكيوت يعني حاد وكرونيك يعني مزمن المهم يعني أكيوت هيموليتك سندروم ذات أكير إمباشن توز جولوكوز ستة فوسفيت دي هايدروجينيز عنده نقص في نظيم اسم جولوكوز ستة فوسفيت دي هايدروجينيز تمام؟ ده بيجي نتيجة فولوين جيشن أو فيف بينز فيف بينز يعني الفول وحطت لك الدياجرامة هوا بتاع الكسر اللي حكيناها قلنا إنه أنا لما بكسر دي أر بيسيز بتتكسر هاي تمام؟ إيه بقيتها يقول لك واتس جي سيكس بيدي ديفيشنسي الجي سيكس بيدي ديفيشنسي هو إكس لينكد رسيسيف ديسيز تلقلتك على إكس لينكد رسيسيف ديسيز هو إكس لينكد يعني محمول على إكس كروموسوم تمام؟ رسيسيسيف يعني صفة متنحية أنا مثلا عندي الفيميل بتبقى إكس إكس طيب إيم rounded memid xy طيب لو أنا عندي الخلل في الجين أو الميوتاشن في الجين دوت موجود على في الجين المحمول على كروموسوم إكس اااااا محمول على كروموسوم إكس ااااة لو فمول على كروموسوم واحد يعني إيه واحد أنا مثلا فيميل واحده لو انا شايل جين بايز الجين الثاني شغال إلقاظي اليكس لو الاكس ده بايز تمام في اكس تانية شغالة المرض ده ريسيسيف يعني متنحي صفة متنحية يعني عشان تظهر لازم يكون الاثنين كروموزوم متأثرين لازم يكون واغدة اثنين كوبي او واغدة نسختين من الاب والام طيب عشان المرض ده ريسيسيف عشان كده لو في ميل والاكس بتاعتها في اكس بتاعتها بويزن عندها او اكس عليها الميتيشن يعني هتلاقي ان الاكس تانية سليمة فالمرض مش هيزر عندها بس كارير لو خلفت ابن تخلفه مصاب طيب الاكس واي بقى الميل عشان اكس واي لو الاكس بتاعته بويزت يعني الغالبان الاكس ما عندوش اكس تانية سد مكان دي واي الواي التانية دي مالهاش لازمة فالاكس الاكس لو ما بوزت تزهر على السفر تمام عشان كده دايما نقول ان الاكس لينك ترسيف ديسيس بتبقى كومان ان ميل عشان هم ما عندو اكس واحدة لو بوزت ما فيش حاجة تانية سد مكان فتزهر الصفة تمام اما الفيميل لو لازم عشان تزهر عندها الصفة لازم يكون الاثنين اكس مضروبين تمام لو اكس واحدة تبقى كارير طيب هو دي فكرة الاي الاكس لينك ترسيف عايزك تعرف انها محمولة على كروموزوم اكس وهي بتبقى مول كومان ان ميلز في الأطفال في الاولاد اللهم ما الاولاد الولاد يعني كوز بيوميتيشن ان جي سيك سي بي دي جين ديفيشنسي اوف زا انزيم يحصل ايه؟ ده الانزيم بتاع الاتش امي بي شانت اللي كان بتطلع لي نهاية بي اتش اللي كان بيحافز على الريديوز دي جلوتاسيون بحيس انه هو يقدر يدافع عن الجسم ضد قليل شتووتو ايه القصة كده تمام؟ في بيحصل ديفيشنسي اوف زا انزيم جي سي بي دي انري بلوت سيل ده اه نسألك ان الجي سيك سي بي دوت هو الموست كومان انزيم هو اصلا يعني انتو هتاخدو في البايو امراض كتير قوي وانزيمات وديفيشنسي في الانزيم دوت يعمل كزا ومش عارفها سيستينوريا وبنتو زوريا والحاجات دي او اي حاجة يوريا والحاجات دي كلها في البايو في الاخر لما تيجي تطلع في الاطفال هي بتتشرح في الاطفال واصلا الامراض دي ممكن يعني ممكن تيجي في الاطفال الصغيرين فبس هتعرف ان هي رير رير قوي تمام وبيدونا هنا اهمية في البايو كده بس يعني لما على مستوى الكليناكا لانت تتقابل حد في حياتك عنده مرض يعني الحاجات دي بتبقى رير قوي مع عدل جي سيك سي دوت ده موجود كتير ومشور وتسمع عنه وتلاقي الناس عرفاوز مؤنمية الفول فهو ده اشهر واحد على الاطلاق يعني عشان بس تثبت في دماغك تمام انت لا اشهر حاجة اشطر تمام قالك نتيجة نتيجة جي سي بي دي بشانتي بما فيش ناية بي اتش يحصل في الكنسانتر في انزال بلادسل طيب بيحصل باقي بيحصل اننا ريديوز اللي هو بيقل ريديوز الزجلوتاسيون فهيزيد ال H O 2 اللي كان بيطلع ايه يكسر خلايا الدم الحمر فهيزي انكيز الفرجل and preceptation of heemoglobin in the blood سيحصل preceptation heemoglobin لما heemoglobin ده يترصى يتكون حاجة اسمه Heinz bodice ثاني حاجة افعا لما الخلايا تتكسر في الاخر يقول عليها hemolysis hemolysis يقول لك hemolysis this occurs after exposure of infection or as well as intake of certain oxidant drugs بعد infections معينة او بعد ايه بعد ما يتعرض لعدوى ايه انفكشن هي عدوى الغبدة بعد انفكشن او بعد ادوية معينة بياخدها تمام ليه لان دي oxidized او oxidant drugs oxidant agent بتعمل ايه بتزود لتصنيع ايه شيطو دي حاجات oxidizing يعني ايه oxidizing superoxid وكده يعني خليج ايه طيب يقول لك ان newnatal may occur in some case ممكن لو جيف الاطفال الصغيرين وده كان حاجة يعني ايه هو بيتوريت بي تمام ممكن يحصل في newnat newnat ده هو طفل او عنده سنة او عنده سنتين ده بقول عليه newnat تمام ممكن الجندز تبدأ معي منه newnat تمام which drug are contraindicated in gtxvd deficiency الأدوية التي تزود تصنيع H2O2 والأوكسدان هو ثلاثة anti anti-malarial anti-biotic anti-malarial anti-bacterial او anti-biotic يعني اللي هو sulfa meso gzazool وال nitroferentine sulfa sulfa meso gzazool و nitroferentine و anti-malarial drug بصوا ده الاشهر على الاطلاق يعني داوة يعني أنا مثلا جايبين اسئلة عليها في كيز فهتلاقي مثلا في الكيز دوة معين يعني تعرف شكل الدوة ان ده بيعمل ففزن تمام انت لو شفت الدوة في الكيز تعرف ان دوت سيجيله anemia الفول اشهر حاجة تحفظها الanti-malarial drug اكتر حاجة مذكور في كيز اسمه bryma queen bryma queen anti-malarial drug يعمل anemia الفول في anti-biotic زي اسمه aceta aceta nylid aceta nylid غير البراثيتامول او الاسيتاما مينوفين تمام نط براثيتامول في الاطفال ياخدوا براثيتامول عادي تمام عندهم anemia الفول ياخدوا براثيتامول عادي بس ما ياخدوش الanti-malarial drug والanti-bacteria sylfa mizu gzazool وال nitro frentoin تمام طعم نفيها بس اه 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 دوت اه 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 بيحافظ على reduce grotacium بحيس انه يفضل موجود بكميات جوه الخليط ف H2O2 دوت يكسر ويتحاول لماية فاذا بنتوز فوسفيد باسوي ايه بنتوز فوسفيد باسوي ده H-Mb شانت او مينرج باسوي ثلاثين فاع بتجنري ال nit-b-h nit-b-h دوت هو بيمثل hydrogen donor لل grotacium reductis تاني عندي ايه فين هنعمل ايه 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 ال nit-b-h يضحي بالهيدروجين اللي معاه ويديها لل oxydides grotacium يحاول reductis grotacium وreduced grotacium يحاول H2O2 يحاول المية تمام اه فبيقول لك انه بيمثل hydrogen donor for grotacium reductis and enzymes that keep grotacium in reduced state تمام what is function of reduce glotacium والله reduce glotacium دوت reduce glotacium بيعتبر coenzyme الانزيم اسمه glotacium reductis coenzyme for enzyme glotacium coenzyme for the enzyme of glotacium beroxidase sorry 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 coenzyme for the enzyme of glotacium beroxidase يعني ايه هو اصلا يعني ايه coenzyme حاجة بنحطه على سهم بتاع التفاعل تمام فهو بيساعد glotacium بيروكسيديس دوت انه هو يكاستر البيروكسايد ونخلصنا منه تمام فهو يعني ايه كان التفاعل كده تمام يتضيليم اثنين هايدروجين بيروكسايد يعني والله هو نفس الكلام يعني نفس انت لو حافظ الباسوي تعرف تلم الدنيا معيك reduce glotacium إذا كونزين فورنزين اسمه إيه ؟ اوتسيون بيروكسيديز يعني سوري سوري هو أقف التسيون بيروكسيديز باستيقظ التدوس الهوية كنت تزيد الأطوال لمية وياتف التحت الخاصة الناس قلن بها أنها تتكسر في البروتين و الشممبرايس والخلايا التي تنتهي يالفو في لبيد والفاتي أسد والكلستير والكلستير وكلات دي كلها باستفت التحقيق الناس لكنت تستمر بال٥ل من خلال الناس ماذا كيف تشاهد الهيدروجين بيروكسيد ؟ الهيدروجين بيروكسيد نحن نستقلها ببعض مثل لسان الهيدروجين بيروكسيد هو واحد من ريكتف اكسجين راديكال او ريكتف اكسجين سبيتش تمام الحاجات اللي هي بتبقى فوق اكسيد مش عارفة ايه الحاجات اللي هي بتبقى متأكسدة دي او بتبقى عندها زرة اكسجينة محر يراها عايزة تضيها لحد عايزة تخلص منها هذه الفكرة عشان كيف قل عليها ريكتف اكسجين راديكال عندها اكسجين راديكال اكتف يعني شغالة عايزة تضيها لحد لما تضيها البروتين او فاتي اصد او مش عارف ايه توم تكسره هذه الفكرة او رفورمد او رف ايه بتكون من بارشا ريدوكشن افزا مولوكولر اكسجين هو اسمه فوق اكسيد فهو ناتج عن بارشا ريدوكشن انا لو عملت المركبات دي كومبليت ريدوكشن هتتحول لمية لو عملت لها بارشا ريدوكشن تحول ايه توقوته هي فكرة بارشا ريدوكشن بيعمل دامج نيوكليك اسد البروتين اللي هو بولي انساتوريتد فاتي اسد ويعمل انفلاميشن عشان كان عيان كان جاي بفيفور طيب وات ار سيمتوم بصي عائل سيمتوم او كيكا بيكشور عبارة عن عين ده تجالي بانيميا وجوندوس طيب الانيميا انيميا تلاقي ان الانيميا زهرة بقى ازاي نقول حاجات الانيميا رابد هارتريد دايما للي عندهم انيميا يبقى عندهم هارتريد بتاعهم عندهم ضربات ألبهم سريعة ورابد بريسنج او شورتنس او بريس ليه بقى عشان تبقوا عارفين هو اصلا يعني انيميا الانيميا دي نقص الاربسيز الاربسيز دي كانت فيها هيموجلوبن شايل اكسوجين بيوديها للتيشوز طيب لو انا عندي نقص في الهيموجلوبن دوات يبقى ما عنديش اكسوجين رايح للخلايا كويس فتبدأ الجسم يكمنسيطا الموضوع دوات ان هو يتنفس كتير وينهج عشان يدخل اكسوجين كتير يزود ضربات القلب عشان القلب يضخ الدم لكل الاجزاء كلها تمام؟ فيوصل لها الاكسوجين فده يعني ككمنسيشن كده ربنا عمله في جسمنا ان اللي عنده انيميا دايما بيبقى عنده رابد هارتريد وبقى عنده رابد بريسنج ضربات قلبه سريعة ونفسه سريع وايه ثاني بقى الانيميا واحد مش وصل اكسوجين كويس للاكزاء المختلفة من الجسم فتلاقي انه عنده فتيج ووكنس والكلام ده يبقى انيميا ثلاث حاجات في الانيميا وثلاث حاجات في الجنس ثلاث حاجات في الانيميا درابات قلبه سريعة التنفس بتاعه سريع وهي عنده فتيج ووكنس فيه ثلاث حاجات اليوم علاقة بالجندس قلنا هم مع الكيس قلنا البيروبين اللي بيعلى دوت بيروح يترصب فين في الاسكليرة وقلنا كمان ان انا عندي بس ناح مرحم يا رب البيروبين الكتير اللي في الدم بيعلى ينزل في اليورن لما ينزل في اليورن يعمل دارك يورن دارك يورن الجميع حاولي الاسبرين يطبق خلايا قبل جلت اليها مع الاسبرين يأكل خلايا الدم المتكسرة الدياجنوز جيسك سي بيدي هو نفس الكلام الاعراض بقى شرطة يلوش ديسكوريشن والبين والبين قصدي والاسبين والميجي طيب ايه بقى او انا عندي عايز تشخص جيسك سي بيدي هي امونيتيك انيميا اول حاجة افكر فيها انيميا عامل سي بي سي طيب ممكن اخد بلود فيلم او بلود سمير ده ان انا بجيب عينة الدم بحطها تحت الميكروسكوب بشوف شكل خلايا القرات الدم الحامرة طيب فيه شكل مميز قوي في الميكروسكوب حاجة اسمه اتفقنا ده ايه؟ لانهي مجلوب المتكسر بيتجمع في حتة كده ويكون ايه؟ طيب اتفقت ان انا خدت عين الدم عملت لها سي بي سي لقيت انيميا وخدت عين الدم دي عملت لها بلود سمير او بلود فيلم شفتها تحت الميكروسكوب لقيت ايه؟ طيب ايه تاني ممكن اعمله لن احنا قلنا ان البريروبن بيعلى في الدم اوي ممكن اقيسه في الدم اعمل بليروبن تست لن نتفقت ف PvP انه يؤمن اللا ان يقوم بإستقل في nasty를 توكذ تعمل Ohllum ايه تكون пожалуйста الأيامية التي هي صفاغة plan البرмотря وكما كانت ليس تسمير وكما يقوم بسي لها البريروبن بيعلى في الدم ويكون في أن يكام بيت Blind Tercer هياه الاعلى من النورمال رينج المرفوض يكون عنده كمان هوعمل حاجه مهم هعمل انا لسافذ ان هو في برياروبين في اليورين طيب ايه التريتمنت بقى بص انا وطناك اننا ايه الها ايه الهتشتو اوتو دوت بيجي مندين مشكلة لها تشتو اوتو بيكسر خلايا طيب هو جاي مندين بيجي عندنا احنا كناس طبعية برضو لما بنكل الفول لما بيحصلن اينفكشن لما بنكل اندوية معينة فالوقاية خير من العلاق وقف تعرض للأدوية لا تكون فول لا تحمي الانفكشن على قد ما تقدر طيب فرض ان انا حصل فشل في الخطة ان انا راكدة مثلا كال فول بالغلط خد أدوية بالغلط ونحن نعرف ان هذه الأدوية تعمل طيب دخل في هيموليتك كرايسس او دخل اللي حصل حصل وهو دلوقتي في هيموليتك تعمل له ايه؟ اعمل له بلد ترانسفوجن ترانسفوجن يعني نقل دم ايبه تاني فيه العلاج يتقسم برده شوكين شوك قبل يعني كبروفيلاكسس او كبريفنشن ان يحصلوا كرايسس دي وشوكك ان خلاص اللي حصل حصل فاعمل ايه؟ طيب لو احنا لسه عايزين نمنع التيتمين فاقلا عايزين نمنع القصدي الموضوع ده اعمل افويت فرساليشن او بروت بينز متاكلش فول لو فيه انفكشن ولو فيه دراج مثلا او حاجه بتطلع تشتوك وقفه برضو ما تاخدوش طيب لو الموضوع ده حصل بقى فيه حصل اتاك اوف يمولسس بلود ترانسفوجن بس طيب ازر نيم او اس كونديشن ممكن اقول عليه ايه؟ فافيزم اللي هي انيميا الفول او جلوكوسيتا فوسفيد دي هيدروجينيس ديفشينسي جي سكس بي دي ديفشينسي اللغباتك في الامسك يقولك جي سكس بي ديفشينسي لا طبعا جي سكس بي ديفشينسي فبس ايه بقى الكلام ثاني دي بقى ايه؟ كيزز فعال جميز والده كان عبارة و سكس تبه ثانية بعد ذلك قامت بانكيريوطيتس جميلة باشجز انه قامت بانكيريوطيتس مع دخل بانكيريوطيتس برايماكوين وابتوا برايماكوين انه قامت برايماكوين بعد 4 دايطين سترابيز اونسة اوف هيماتوريا او الضوطة زابيشة هيموغلوبين من 11 إلى 7 ويبقى الهيموغلوبين بتاعه نزل من 11 إلى 7 يبقى دي أنيميا والبيليروبين انكريز زاد من 1 إلى 2 يبقى الهيموغلوبين بيقل والبيليروبين بيديد يبقى دي ايه؟ دي هيموغلوبين بيديد أنيميا وخد ده اسمه برايماكوين يبقى مستاني اخرى عشان تقول انها جي سكس بي دي فوسفيت دي هيدروجينيس طيب اي حاجة بقى اكسبلين واي ديفيشنسيوغلوكوستافسوديوهيدروجينيز انزيم هنعيد الكرة تانية مافيش جي سكس بيدي يبقى مافيش اتش امي بيشانت يبقى مافيش الناد بي اتش والناد بي اتش كان بيحافظ على الكنسانتريشن اللي كان بيدخل كاكو انزيم للانزيم اللي اسمه بيروكسيديز اللي بيكسر البيروكسايد يحاوله المياه ديفيشنسيوغلوكوستافسوديوهيدروجينيز معناها نقص الناد بي اتش عشان ماحصلش اتش امي بيشانت وبالتالي نقص الريديوزوغلوكسيون وبالتالي بيحصل العメلissimo الاسمه الكاثنيس في المثل أي يعني أنه معمول بالبراي مكوين الطريق مية النب Brain حسنا عندما يحدث الامي كانت Mulher التالي wherein يقام بريموفيت انسى جليكوستفوسفيتديايدروجينيس بيروفيت كاينيس إمماني واقلاق الانين لا ان نجد موافر 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 الموافر نعم جلوكوز 6 فوسفيد Dehydrogenase Deficiency اللي هي DAA طيب الفافزم الآن acute hemolytic crisis result from excess G6BD عمال قول G6BD Deficiency يبقى مش excess خالص يبقى false لو مفيش الانزيم بقى مفيش طيب الجي اللي هو الجي اس جي دوات اللي اخطت بالك من التفاعل او في المعادات اللي احنا عناها ده كان ده الاكسيدايز جلوتاسيون الاكسيدايز جلوتاسيون is reduced through the use of واتكوفاكتور and enzymes in the RBCs يعني بيقولك أن الاكسيدايز is reduced the B ناد بي اتش عشان في ناد اتش لا ناد بي اتش مش ناد اتش لا ناد بي اتش يبقى الإجابة اللي هي ناد بي اتش والإنزيم اسمه جلوتاسيون ريدوكتيز يبقى لتر سين طيب إيه كاني قال لك الجلوتاسيون سايكل is conversion of oxidized glotasyon آه يا الله يا وي الصبي الجلوتاسيون سايكل is conversion of oxidized glotasyon to reduce the glotasyon is conversion of oxidized glotasyon into reduce the glotasyon من الانزيم catalyzes the action اللي يحاول oxidized glotasyon اللي يحاول oxidized glotasyon اللي يجيب reduce the glotasyon يبقى بيجيب reduce the glotasyon يبقى اسمه جلوتاسيون ريدوكتيز طيب what is the cause of heumatic anemia and glucose deficit dehydrogenase deficiency الأزباب تجيب نقرى كده decrease the ATP in erythrocyte انا اصلا ما ذكرتش كيمة ال ATP يعني ATP خالص انت فاعل دوت مالوش علاقة بالATP decrease the free radicals in erythrocyte لدينا الكامل من free radicals مركبات مضرة شيء اللي اكسوجينة مراضيها وعايزة تتخلص منها وتضيعها لأي حد فمركبات وحشة لو قليلة يبقى ده مصلحتي لا يبقى ميارتها تقل increase sodium concentration in erythrocyte لا تكلمش على sodium increase the free radicals in erythrocyte حمد الله على السلام هي دي لجا بس صح increase the erythro increase the free radicals in erythrocyte بس عكاوي يقول لك اين name the disease resulting from glucose phosphatidio hydrogenase deficiency اسم ايفافيزم او anemia الفول طيب بعد كده بقى البنت زوريا سريعا 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 البنت زوريا دي ايه هو بص تكملة HMP او هو كنا كتبها مش عرفة ليه ولله كتبها glucuronic acid oxidation بس انا حفظها ان البنت زوريا دي من deficiency of glucuronic acid oxidation بصوي مع ان معادلة اللي هم حطينها دي دي ده اصلا HMP وهي لو اجيت اصلا يعني شفت HMP في حاجة لان هي الزيلولوس ده يعني ممكن يكون الممكن يكون المهم ان هي البنت زوريا مرض ناتج عن خلال بصوي اسمه ان شاء الله يطلع هو نفسه HMP حسنا 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 نتيجة نتيجة روبيتول ومش عارف ايه ده كحول يبقى اي القوز خماسي اللي هو اسمه زايلولوس طيب لو انا عندي مشكلة او عندي دفيشنسي في الانزيم يسمه زايلولوس اذا الزايلولوس مش هيتحول لزايلولوس يبقى يتراكم الزايلولوس لما اي حاجة في الدنيا بتتراكم في الدم ما بتنزل فين في اليورين تمام فيبقى عندي عشان كده الانزيم بقول عليه بنتوزوريا لان الزايلولوس دوت سكر خماسي فبنتوزوريا يبقى عندي سكر خماسي بينزل في اليورين او ممكن كمان لي اسمتها يسمها زايلوزوريا يعني زايلوز في اليورين او في حاجة كمان بقول عليها او بناين بنتوزوريا لان دي هارملس يعني مالهاش اي ضرر مالهاش اي حاجة اي يعني سكر خماسي بينزل في اليورين مفيش حاجة بقى يعني زايلولوس دعوت حتى لو ما بيكتر مش مدرف حاجة مش مفوش اي مشكلة خالص غير انه هو بينزل في اليورين او بس اصلا يعني اي همية المرض دوت انه هم زمان لما كانوا يشخصوا السكر كانوا بيقول عليه البول السكري كانوا بيعملوا تحليل بول ويجيبوا ويحطوا فيه كواشف يكشفوا عن السكر لو البول دوت فيه سكر يبقى العيانة عنده سكر لو ما فوش سكر يبقى معندوش سكر طيف لما كانوا بيكشفوا في كواشف زي الوه فهلنج والحاجات دي لو العيان دوت عنده بنتوزوريا يعني سكر خماسي الكاشف يطلع بوزتف بس ايه بس العيان دوت ما عندوش سكر ولا حاجة ما عندوش الوضي بيتس ميتس بس لا ده سكر خماسي ونفيش منه اي مشكلة ولا اي حاجة بالطب الوضي بنتوزوريا هل ممكن تحصل لنا بس لو هل ممكن تحصل لنا بس لو انا عندي فشنسي في الانزيم قال لك لا يعني عايزي يثبت لك ان هي هارملس خالص ما فيهش اي مشكلة لكن لو حد الديت بتاعه اصلا بيبقى فيه فواكه وحاجات فيها زيولوس كتير فيها سكريات خماسية كتير سكريات الخماسية دي هتكتر في دمه عادي وتنزل في اليورين باردو وما فيش اي مشكلة خالص لما تكتر في الدم يعني عادي حتى ان هي كمان تتعالجها بايه مش محتاجها يعني ان هي هارملس العين مش مش ومشتكلكش عشان تعالجه طيب what is the meaning of bentozorya essential bentozorya is an important area of metabolism that result defect in the glucuronic acid oxidation process glucuronic acid oxidation process طيب it is a condition characterized by high level of sugar اسمه الزيولوس الزيولوس دوات سكر خماسية عشان كسف متها ايه من تزوريا high concentration او high level in blood and urine the condition so named by الزيولولوس هو هو ماذا يتراكم الزيولولوس الزيولولوس شغير قل من التوز موت في مرحلة المع being inheritance الهاتف فصفov الزيولولوس المقبض تأثم في المنطقة لكن في الكن المنطقة في الاتنين في الاسم موسيقى نكامل بس عشان كان نفصل مني هي أوتوزومة الرسيسيف هي أوتوزومة الرسيسيف بيترن يعني يعني ايه يعني اكوال ان ميل عندي فكت الميل والفيميل زي بعض والرسيسيف يعني صفة متنحية يعني هزم عشان تزعر يكون الاتنين الميل والفيميل يكون الاتنين يكون عندي نسختين نسخة من الأب و نسخة من الأم هذا فكرة الصفة المتنحية ايه سبب البنتزوريا إما عندي ديفيشينسي في الانزيم اللي زيلوز ردوكتيز اصلي فيه حاجة اسمها اللي زيلوز وفيه دي زيلوز اصلا الاتنين في التفاعل الجويكورنيك اسب باس ويدا الاتنين يقص اللي زيلوز تمام والتي تراكم اللي زيلوز ما هي مفاش أي سمتم طيب هتعالجها زي ما تعالجه هي اصلا مش محتاجة عليك طيب اصر نيمو في اسكندشن هي الممكن تنتيجي لك ايه استنشال بناين منتزوريا او بقول عليها بنتزوريا بس او عشان اللي يتراكم من هو الزيلوز بقول عليها الزيلوزوريا او بقول عليه اللي زيلوز ريدوكتيز ديفشنسي يبقى زيلوز يعملي زيلوزوريا بس عكرا ايه ايه لما اللي زيلوز ريدوكتيز لما اللي زيلوز ريدوكتيز ينقص ده كان يحول اللي زيلوز الزيلوز اللي تكلم وحسب لهذا كانت اخر مجال في المحاضرة ااا اتمنى تكون اي اتمنى بتعرف فلو في ايه تأصير في المحاضرة و في اي حاجة ا اخير كمان يعني عذرا نتمنى تسامحوني والسلام عليكم